تمكنت مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر الجاري من استضافة وتنظيم العديد من المؤتمرات والمعارض المختلفة ذلك ضمن جهود المملكة في التوسع بإقامة والسقطاب كبرى الفعاليات العالمية نعم يتذلك فيما تستعد مملكة البحرين لاستضافة وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والمعارض المتنوعة خلال شهر ديسمبر المقبل بفضل ما تتمتع به من مقاومات تنافسية وكفاءة وطنية وعيدة نجحت مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر الجاري في تنظيم العديد من المؤتمرات والمعارض الأمر الذي يؤكد قدرة المملكة على استضافة وإقامة كبرى الفعاليات العالمية وذلك لرفض القطاع السياحي وتنمية الاقتصاد الوطني ففي الرابع عشر من نوفمبر تفضل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح معرض ستسكب البحرين للعقار الفين وثلاثة وعشرين تزامنا مع انطلاق معرضي الجواهر والعطور العربية وعلى مدى أيامهما حقق المعرضان أرقام قياسية هي الأكبر في تاريخهما من حيث حجم المشاركة والإقبال غير المسبوق ومساحات العرض وإجمال المبيعات حيث زاد عدد الزوار بنسبة 51% مقارنة بالعام الماضي وتزامنا مع ذلك وتحديدا في السابع عشر من نوفمبر اجتماع نخبة من صناع القرار والشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والأكاديمية على طاولة مؤتمر حوار المنامة بهدف مناقشة وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية والدفاعية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع وفي الثاني والعشرين من نوفمبر أيضا تفضل جلالة الملك المعظم فشمل برعايته الكريمة افتتاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي بنسخته السادسة والذي يعكس حرص المملكة على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في الإنتاج الغذائي العالمي وحماية الموروث الحضاري الحيواني وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني يأتي ذلك فيما تستعد مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل لاستضافة وتنظيم عدد من المؤتمرات والمعارض منها مؤتمر ومعرض المنام الصحي ومعرض الخريف ومؤتمر الأمن السبراني الدولي العربي ومؤتمر الاستدامة الخامس ترجمة نانسي قنقر